موسيقى مشاهدين نهار مرحبا بكم إن التقارير عن وفاة مبالغ بها الجملة الشهيرة التي قالها ماركت وين طبقها البعض على الواقع السياسي الأمريكي ليقول إن التقارير عن وفاة الديمقراطية الأمريكية مبالغ بها لكن هل هذا التقييم صحيح؟ هل الديمقراطية الأمريكية بخير؟ أم أن ما شاهدناه في 2021 سنشاهده مجدداً سنة 2024 أو 2025؟ لمناقشة هذا الملف يسرني أن أستضيف الخبير في الشؤون الأمريكية الزميل حسين جرادة أهلا وسهلا فيك حسين أهلا فيك جورج شكرا حسين كتابك تذكروا هذا اليوم إلى الأبد الصادر عن دار النهار سنة 2023 أحكيت فيه عن الهجوم على الكونغرس ووسقته وقرقته وفت فيه بجوانب تاريخية وسياسية ليش حبيت تكتب عن هذا الحدث؟ هل أنه فقط كنت عم بتغطي التطورات السياسية بالولايات المتحدة؟ أم أنه كان عندك لحظة استشرافية؟ كرميتا تتأكد أنه هذا الحدث رح يترك بصمته على الولايات المتحدة وعلى الديمقراطية الأمريكية مش بس لأسابيع ولا أشهر وربما لسنوات وسنوات صحيح جورج تحديدا الكلمة المفتاح لإلتا هي اللحظة الاستشرافية وهذا السبب أساسي بعنوان الكتاب تذكروا هذا اليوم إلى الأبد ترامب من الرئاسة إلى التمرد عبارة تذكروا هذا اليوم إلى الأبد هي العبارة التي قال دولاند ترامب لابو ناصريه أثناء دخول خلال وجودهم بالكابيتول بـ 6 يناير 2021 بعد ساعات من مطالبات للرئيس ترامب وقتها أنه يتدخل لوقف الفوضى بذلك اليوم عمل تغريدي قال تذكروا اذهبوا إلى منازلكم بسلام عودوا إلى منازلكم تذكروا هذا اليوم إلى الأبد لاحقا محيط تغريدي لكن أخذت هذه العبارة لأنني كنت عم شوف المشهد في ذلك الوقت وأنا كنت في واشنطن عم شوف أنه عمليا اللي عم بصير بالكابيتول هو لحظة مفصلية بتاريخ السياسة الأمريكية الداخلية وبتاريخ الديمقراطية بالولايات المتحدة انطلاقا من ذلك عملت الكتاب بطريقة جزء منه أساسي هو توثيق للمرحلة ما سبق الانتخابات ما بعدها عودي أيضا تاريخي لمحطات رئيسية بالسياسة الأمريكية داخل الحركة المحافظة وبحثت عمليا في الظاهرة الترامبية كيف نشأت، كيف ظهرت، كيف كانت موجودة مستترة وظهرت عبر دونالد ترامب خلينا نحكي شوي تحديدا عن دونالد ترامب بستة يناير 2021 بهايد اللحظة كنا عم نشوف أنه دونالد ترامب خرج من البيت الأبيض أو سيخرج من البيت الأبيض بعشرين يناير بطريقة وصفة على الأقل خصومه بأنه طريقة معيبة تقدم الزمن مع مرور الوقت حسينا أنه دونالد ترامب صار من الماضي وصلنا على انتخابات 2022، على انتخابات النصفية شفنا أنه الجمهوريين واجهوا خيبة أمل لأنه ما تحققت الموج الحمرة يلي كانوا عم بيحكوا عنها وحتى في كتير من المرشحين يلي دعموا ترامب شخصيا خسروا بالانتخابات فكان هيدا إذا بدك محطة مفصدية تانية خلت المشاهدين والمتابعين يقولوا أنه نحن صرنا بمرحلة ما بعد ترامب وبأول 2023 أيضا ظهر نجم أو برز نجم حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتس بذكر بوقتها كتبت نيويورك بوست أنه رون دي فيوتشر أو رون الذي سيمثل مستقبل الجمهوريين وإذ بشباط 2023 بلشنا نرجع نشوف المسار الانحداري لرون دي سانتس والمسار التصاعدة لدونالد ترامب واليوم تقريبا صرنا عن نحكي عن احتمال مرتفع لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فشو سر هذا التألوب بالمشهد بغضون أقل من أربع أعوام؟ طبعا في أسباب كتير جورج يعني شيء له علاقة بشخصية دونالد ترامب نفسه يعني إذا أنت هلأ عم تقوله أنه مع الوقت عم يربح دونالد ترامب فالسبب الرئيسي أنه ما اقتنع أنه خسر بال2020 يعني ترامب يربح عندما لا يقتنع بأنه يخسر عمليا وهو قال هذه العبارة في يوم الانتخابات في 2020 حينما بدأت تظهر نتائج أولي قاله الخسارة صعبة بالنسبة لي يعني لا يمكن أن يتقبل الخسارة هذه العقلية الترامبية بتخليه دائما يفكر أنه هو رابح فكيف ألب الطاولة على الجميع عمليا ما تنسى أنه بالمقابل كان فيه مسار انحداري أيضا في الحزب الديمقراطي له علاقة تحديدا بالرئيس جو بايدن وقدراته على الاستمرار والتشكيك الدائم بقدراته الذهنية وما إلى ذلك وهي المسألة التي عمليا أدت إلى انسحابه من السباق الرئاسي بعد المناظرة الشهيرة مع ترامب اللي كان أداء بايدن فيها سيء جدا لكن فيه العديد من النقاط السريعة اللي ممكن نتحدث عنها أول مسألة يتعلق بالتشكيك الدائم من ترامب بالانتخابات بنتائج الانتخابات السابقة أنه مخسر أنه سرقت منه هذه الانتخابات بعده لها لا يعني طبعا هذا هو السبب يعني هذه العقلية أنه سرقت منه الانتخابات تمكن من إقناع كل مناصرون بهذا الموضوع يعني اليوم هناك في الولايات المتحدة إذا إلنا 76 مليون انتخبوا ترامب هؤل جميعا مقتنعين أنه الانتخابات سرقت منهم ولم يعترفوا بالرئيس جو بايدن أنه رئيس فعلي للولايات المتحدة هذا الخطاب التشكيكي ساعد ترامب بشكل أساسي أنه يستعيد هذا الوهج عمليا طبعا والسقوط المتتالي لمنافسين ترامب الحزب الجمهوري عمليا الحزب الجمهوري تحول إلى حزب ترامب بنسبة كبيرة جدا هم من شئة القيادات الجمهورية المحافظة حتى اللي عندهم ملاحظات على ترامب حتى اللي بيعتبرون ترامب عمليا غير جمهوري وأفقد الحزب الجمهوري هويته الأساسية هؤل جماعة عمليا ما قادرين كانوا يتجاوزوا الظاهرة ترامبية بوجود ترامب فحق المزيد من المكاسب فيه مسألة إلا علاقة بالجذب القاعد الجمهوري اللي شعرت عمليا أنه محتاجي لهذا القائد بين مززوجين اللي ممكن يعبر عن حالي في مواجهة الحالة الديمقراطية واللي ما قادروا قادة الحزب الجمهوري التقليديين أنه يستقضبوهم هؤل جماعة جمهوريين أو بعض المترددين قادر جذبهم ترامب أيضا بخطابه طبعا هو قادر عبر الحضور الإعلامي المكثف لاحقا اجت عمل محاولة الاغتيال أو محاولتين بس في واحدة منهم كمان اللي كانت خطرة على ترامب أيضا أكسبته بعض التعاطف وأيضا قضايا اللي رفعت ضد ترامب لإلها علاقة أيضا المحاكمات مشهده بالمحكمة وخطابه اللي دايما عم بقول هذه حملة مطاردة سحرات تسمى إنها حملة مبرمجة ضد الديمقراطية وضد الرأي يعني كل هذه الحملة عمليا كسبت يعني تمكن ترامب أن يكون كسبين فيها بالعديد من النقاط في المقابل طبعا هناك الكثير من النقاط السلبية لإلها علاقة بالدفاع عن اللي دخلوا الكابيتل بالطريقة أو بأخرى يعني أحيانا كان يقول بالكتاب مظهر هذا الموضوع بشكل تفصيل أحيانا كان يتبرأ منهم وأحيانا لاحقا حينما محتاج هذا الخطاب قال لا كان يوم مفعم بالحب ويوم أعظم حدث في التاريخ الولايات المتحدة عن حدث اقتحام الكابيتل يعني نقاط كثيرة فيه ضد ومع ترامب إلا علاقة بس عمليا حضوره الطاغ بالسياسة الأمريكية وبالمشهد الأمريكي خلاه يكون بهذا الموقع اليوم إنه محتمل يرجع للبيت الأبيان وفي شي كمان ذكرته بكتابك يعني عن أحداثة شارلوتسفيل بال2017 على ما أظن لمن طلع ترامب وقال أنه بكلاء الجمهورين يعني كان فيه ناس سيئين وكان فيه ناس جيدين صحيح هذا المصار استمر معه لبعدين في نقطة عفوا جورج بس أريد أن أذكرها كمان أنه عادة الهجوم على من هو في السلطة سهل يعني لما تكون أنت ترامب وبالمقابل السلطة هي بإيد بايدن ولو هناك إنجازات يعتبرها الديمقراطيون حققوها في موضوع اقتصاد موضوع البناء التحتية وما إلى ذلك لكن عمليا في موضوع أفغانستان كمؤثر مثلا في موضوع أيضا اقتصادي داخلي تضخم وما إلى ذلك يعني حينما تصوب على من هو في الحكم في أي دولة في العالم تكون مهمتك أسهل مهمة المعارض أسهل من مهمة من هو في الحكم لأن دائما هناك مشاكل عند الناس اقتصادية وما إلى ذلك هذه طبعا العامل ساهم في تقوية خطاب ترامب مقابل الإدارة ديمقراطية وهنا كمان بالحديث عن الانسحاب الأمريكي أو الفوضى الأمريكية يعني لسيدة الانسحاب من أفغانستان نذكر من وقتها يعني من قبل أغسطس 2021 تقريبا صاف التأييد لرئيس الأمريكي جو بايدن صار سلبي ومن وقتها رئيس جو بايدن ما عاد استعاد عافيته يعني من وقتها ظل صاف التأييد لأله سلبي يعني عدد المؤيدين هو أقل من عدد المعارضين لأله فهذا كمان نحكي عن حدث مفصلة بتاريخ الإدارة الأمريكية الحالية وبعطيه أنه ارتداداته بعدها مستمرة لحد اليوم بدي أحكي كمان عن الحزب الجمهوري منلاحظ أنه كل الجمهوريين يلي عرضوا ترامب خلينا نبلش من 2016 لليوم إما صاروا مهمشين خلينا نحكي ليز تشيني بنحكي عن نائب الرئيس السابق مايك بانس بنحكي عن النائب أدم كيزينجر وآخرين أو كلهم نصور جوا أصطفوا معه يعني مثلا بنحكي عن ماركو روبيو بنحكي عن نيكي هيلي بنحكي عن جايدي فانس يلي قال بال2016 شابه ترامب بهتلر أمريكا واليوم صار نائبه بنحكي عن العديد من الشخصيات لينزي جراهم كمان نذكره بكتابك فعلا هون عم ترجع تذكرني أنه الحزب الجمهوري تقريبا صار حزب ترامب ولكن هل من بعد ترامب هل ستستمر الترامبية برأيك؟ هذا هو سؤال جوهري فعلا جورج أنه هل ترامبية قادرة على الاستمرار من دون دولارد ترامب أنا أعتقد أن الحزب الجمهوري عمليا للقيادات التاريخية وبعض هذه الشخصيات التي ذكرتها إذا شعرت في يوم ما أن الترامبية ستتراجح ستتخلى عنها عمليا لتستعيد هي حيثيتها الخاصة كان في نصائح كثير من شخصيات جمهورية لترامب بعد هجوم الكابيتل أنه يتخلى عن خطاب صرقة الفوز وصرقة الانتخابات ويتطلع إلى 2024 واحد منهم كان لينسي جرامب الذي ذكرته موجود بالتفصيل المكالمي ذكرته بالكتاب نقل عن كتب أمريكية ومصادر موثوقة بالتحديد ما الذي صار بالمكالم بين جرامب وترامب أنه يقوله تخلى عن هذا الخطاب وتطلع إلى 2024 ستكون العودة القبرى لك في تلك الانتخابات فالحزب الجمهوري عمليا فعلا أمام تحدي هل سيبقى حزب ترامب حتى إذا غاب ترامب لاحقا أم سيستعيد الهوية الجمهورية هذا نقاش كبير داخل الحزب الجمهوري طبعا هل ممكن نشهد بالـ 2024 أو 2025 ما يشبه ما حدث بالهجوم على الكابيتول بالـ 2021؟ كل شيء وارد لأن الخطابات اللي استمعناها من ترامب وفريق ترامب عمليا أنه لما يتحدثوا بعض عن هذه آخر انتخابات ستكون يعني في حال لم يفوز ترامب ربما احتمال فوضى وارد لأن التحدي الأساسي أمام الديمقراطية الأمريكية هو قبول الفوز أم عدم قبوله لم تقبل خسارة قبول فوز الخصم أقصد طبعا يعني لم يقبل ترامب خساراته في 2020 فكانت تلك الفوضى الآن إذا تكرر الأمر الكثير من المؤشرات والتقارير والدراسات والإحصاءات المتعلقة بمؤشرات الديمقراطية في العالم هبط مؤشر الديمقراطية في الولايات المتحدة بالنسبة هائلة بسبب ذلك الحدث في حال تكرر ستكون الديمقراطية الأمريكية بالمعنى الانتخابي والإجراء عمليا أمام تحدي كبير فعلا فممكن نشهد طبعا ممكن نشهد الكثير من الحوادث في حال كان هناك خلاف يعني على حال كان هناك تقارب في النتائج خلاف إجرائي عمليا على بعض الولايات والفرز وما إلى ذلك سيكون هناك تحديات فعلا وعلى كل حال ترامب قال بمؤابلة مش أديمة يعني مع دكتور فيل قال لو تسلم عملية الفرز بمعنى من المعاني يعني لو تسلم عملية الفرز إلى الله لفازها بفارق شاسع في جميع الولايات المتحدة بما فيها أيضا كاليفورنيا معقل الديمقراطيين ومعقل الليبراليين على أي حال أنا بدي أرجع تشكرك الزميل حسين الجراضي لهون بتكون حلقتنا وصلت لنهايتها الشكر موصول لكم أيضا أعزائنا المشاهدين إلى اللقاء